موسيقى نبدأ بأول بطولة معنا اليوم مباريات الدوري الإسباني الجولة التاسعة تشهد اليوم مباراة واحدة تجمع بين فريق الجرناتا وأوساسونة تقوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العشر مساء بتوقيت مكة السابع مساء بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات بإنسبورت سري بصوت المعلق عادل خنلو ننتقل إلى مباريات الدوري الإلماني الجولة السامنة تشهد اليوم مباراة واحدة تجمع بين فريقين انتلاخت فرانكفورت وباير ليفر كوزين تقوم في السامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة السادسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات بإنسبورت فايف بصوت المعلق أحمد عبدو ننتقل إلى مباريات الدوري الفرنسي الجولة العاشرة تشهد اليوم مباراة واحدة تجمع بين فريقينيس وباريستان جرمان تقوم في التاسعة إلى ربع مساء بتوقيت القاهرة العاشرة إلى ربع مساء بتوقيت مكة السابع إلى ربع مساء بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات بإنسبورت ستة بصوت المعلق جواد بيدا ننتقل إلى مباريات الدوري المصري الجولة الرابعة تشهد اليوم مبارتين المباراة الاولى تجمع بين فريقين الاتحاد السكندري ووادي ديجلة تقوم في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة السالسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات أونسبورت وان بصوت المعلق أيمن الكاشف المباراة الثانية من المباراة الهمة التي تجمع بين فريقين الإسماعيلي وحرس الحدود تقوم في السامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت مكة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات أونسبورت وان بصوت المعلق محمد عفيفي ننتقل إلى مباريات الدوري السعودي الجولة السابعة تشهد اليوم سلاس مباريات المباراة الأولى تجمع بين فريقين العدالة والفتح تقوم في الرباع خمسين ديئة بتوقيت القاهرة الخامسة خمسين ديئة بتوقيت مكة السانية خمسين ديئة بتوقيت جرينيتش المباراة انقل عبر قنوات الرياضية السعودية السري بصوت المعلق سمير المعرفي المباراة الثانية من المباراة الهمة التي تجمع بين فريقين الهلال وضمك تقوم في الخامسة خمس ديئة بتوقيت القاهرة السادسة خمس ديئة بتوقيت مكة الثالثة خمس داية بتوقيت جرينج المباراة على ن cœur قنوات الرئيادية السعودية بسوط المعلق عبدالله الحربي ختام مباراة الدولي السعودي المبرأة الهماة التي تجمع بين فرقى الأهل والتعاون تقام في السابعا مساء بتوقيت القاهرة السامنة مساء بتوقيت مكة الخامسة مساء بتوقيت جرينج المباراة على ن belsehen نموات الرئيادية السعودية بسوط المعلق فارس عوض ننتقل إلى مباريات الدول الإماراتي الجولة الرابعة تشهد اليوم مبارتين المباراة الأولى تجمع بين فرقي الزفرة وعكمان تقوم في الرابعة والنسبة مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنسبة مساء بتوقيت الإمارات الخامسة والنسبة مساء بتوقيت مكة المباراة تنقل عبر قنوات أبو الزبج الرياضية وان بصوت المعلق محمد الشامسي المباراة الأخيرة تجمع بين فرقي اتحاد كلباء والفجيرة تقوم في السابع مساء بتوقيت القاهرة التاسع مساء بتوقيت الإمارات السامنة مساء بتوقيت مكة المباراة تنقل عبر قنوات أبو الزبج الرياضية بصوت المعلق أحمد الحوسني ننتقل إلى مباريات الدوري الكويتي الجولة الثالثة تشهد اليوم مبارتين المباراة الأولى تجمع بين فرقي اليرموك والنصر تقوم في الرابعة 45 ديئة بتوقيت القاهرة الخامسة 45 ديئة بتوقيت كل من مكة والكويت الثانية 45 ديئة بتوقيت جرينيتش المباراة تنقل عبر قنوات الكويتي الرياضية بصوت المعلق منصور الشطي المباراة الثانية والأخيرة تجمع بين فرقي الشباب والعربي من المباراة الهمة تقوم في السابع مساء بتوقيت القاهرة السامنة مساء بتوقيت كل من الكويت ومكة الخامسة مساء بتوقيت جرينج المباراة تنقل عبر قنوات الكويت الرياضية بصوت المعلق عادي العيسى ننتقل إلى آخر بطولة معنا اليوم الدولي العماني الجولة الخامسة تشهد اليوم سبع مباريات المباراة الأولى تجمع بين فركي صحم والأوروبا تقوم في السالسة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت عمان الرابع مساء بتوقيت مكة المباراة الثانية تجمع بين فركي النصر وفنجاء تقوم في السالسة والربع مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والربع مساء بتوقيت عمان الرابع والربع مساء بتوقيت مكة المباراة تنقل عبر قنوات عمان الرياضية بصوت المعلق محمد البلوشي المباراة الثالسة تجمع بين فركي السيب وبهلاء بعد ذلك تقوم مبارتان في توكيت واحد بدلا من الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة السابع والربع مساء بتوقيت عمان السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المباراة الأولى تجمع بين فركي مسكت ومرباط المباراة الثانية تجمع بين فركي الريستوك وعمان بعد ذلك تأتي مباراة صحار والنهضة تقوم في الخمسة 45 ديئة بتوقيت القاهرة السابع 45 ديئة بتوقيت عمان السادسة 45 ديئة بتوقيت مكة وسوف تنقل عبر كنوات الكأس سري بصوت المعلق هيكل الصغير ختم مباراة الدولي العماني المباراة التي تجمع بين فركي زفار والسويك تقوم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة السامنة مساء بتوقيت عمان السابع مساء بتوقيت مكة